عدد الليالي التي تتجاوز فيها الحرارة 25 درجة مئوية ارتفع بشكل كبير بالنسبة لنحو ثلث سكان العالم بسبب تغير المناخ وهو أمر لا يخلو من عواقب صحية. هذا ما أظهره تحليل علمي قامت به منظمة كلايمت سنترل وهي مجموعة مستقلة من العلماء والمتخصصين في مجال المناخ وأشارت الدراسة إلى أنه قد تنتوي درجات الحرارة المرتفعة أثناء الليل على خطورة لأنها تمنع جسم الإنسان من التعافي من حرارة النهر. وحسب العلماء المتخصصين في مجال المناخ فإن ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل خصوصا خلال الأوقات الحارة من العام يمكن أن يضعف النوم ويقلل من التعافي البدني بعد درجات الحرارة المرتفعة أثناء النهر ما قد تكون له آثار متتالية على الصحة. هذا وتوصي منظمة الصحة العالمية بإبقاء درجات حرارة الغرفة عند 24 درجة مئوية أو أقل أثناء الليل وهو الحد الذي يصبح النوم بعده غير مريح ويمكن أن يؤثر على صحة الأشخاص الضعفاء لا سيما الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.